اوكي يا معلمين مرحب بكم و أخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير ورجعنا شباب للعبة ورد زيرو بس المرة هذه يعني الحلقات ستكون غير سنعمل حلقات تلفيل نعلمكم كيف تلفله في اللعبة هذه وإن شاء الله سعلمكم كمان كل حاجة في اللعبة يعني البتات إيش لزومها الضربات اللي في البتات إيش لزومها السلاح تبعك الضربات اللي فيها إيش لزومه برضو كيف تجيب الحاجات النادرة الطاقم إيش لزومه كل شيء إن شاء الله حنشر عليه بس الحلقة هذه شباب حنوريه كيف تلفل أنا حالياً حالياً ليفلي ماكس أنا هياة شباب ليفلي ماكس هاي وطاحت 130 والهدف يا شباب اللي بنا نعمله إننا نوصل البرستيج يعني وجينا هنا على الكي في عندك حاجة اسمه بريستيج هيا تروني بريستيج واحد بريستيج اثنين بريستيج اربعة عشان تجيب هذول يا شباب اللي في التير فايف بدك توصل إيش بكتعمل البرستيج يعني هذا مثلاً بريستيج واحد دك توصل لفل 115 تعمل البرستيج اللي هي هذي اللي فوق برجعك لفل واحد بعدين تعيد بين الأول وجديد وبتلفل لنفس اللفل أو 130 أو 115 بريستيج اثنين عشان تفتح هذه وهذا دك تعمل إيش أربعة بريستيجات فهذا شباب شرح سريع بس عشان القصة هذه وإن شاركها بزن نقول لكم الأمور هذه كلها كلها نشرع عليها فالحين شبابان حامل بريستيج أنا عندي أكام بريستيج خيانشوف عندي هياته شابين لفل 130 أو بريستيج ثلاثة نضع لي بريستيج واحد إيش وعشان أجيب مين؟ أجيب المعلم هذا اللي هو شادو بلايد فخلينا شباب نعمل بريستيج نروع على كلاس ونطلع بفوق ونضغط بريستيج ونقول له بريستيج ناو يا سلام ومش يا سلام ورجعنا لفل واحد فأوكي تمام وراح كل اللبس اللي عنا ورجع لنا كل اللبس اللي بيخزل لهذا طيب يلا تمام طيب فالحين يا معلمين بالنسبة للتلفيل الأفضل إنك تضم إيش معك بارتي فعشان تضم بارتي صح بش دك تعمل أول إيش يروع الستنج اتأكد من هادي ها إيش مفعّلة عندك هادي قال له بارتي انفايت هادي اتأكد أنه مفعّلة عشان لوحد يضيفك أو تضيف حدا فاللي حتى تعمله تروع على البلاير تيجي مثلا بدك تضم مثلا من بشير مثلا بتقول له بارتي هذا يزن بنقول له بارتي هذا محمد محمد ليفلو اللي هو نيكسو ليفلو 11 فحنجيبه شبابا سيجي لنساعد نهاية ليفلو بنقول له بارتي يلا معليش شباب لما نضمش شباب مش عارب المشكلة شباب بارتي بيأخذ خمسة يعني هيات أربعة وأنا الخامس حلو شباب حين شباب أنا عملت البارتي يعني ليفلي واحد طبعا أنا شباب اللي بدخلهم بدخلهم الهو الدنجين تضغف صاحبي حرف الفي طيب شباب عنا شباب هيات الدنجينات هاته قدامكم كل هذه الدنجينات كل الدنجينات كل الدنجينات له لفل 1 4 7 10 12 أنا كنت أدخل الحين يا شباب اللي هو الدنجي الأول طيب شباب بس قبل ما نبدأ وندخل الدنجينات خلينا يا شباب أوريكو بس كيف يعني تعمل شخصية من البداية على السريع يعني تضغط هنا طبعا أنت سيكون عندك هدوك ثلاثة فضيات وتضغط عليه في النص أو أنت حر يعني بتعمل زي هيك وبتختار هذول اللي هم اللي كلاسات لا اللي كلاس هذا طبعا حيطيكو اللي فوق طبعا اللي أنا مستحيل تخدهم لأنه مش مفتاحات عندك يكتب لك باي تأخد أول ثلاثة فوق فخلينا يا معلمين نأخد خلينا نأخد هذا الهبيل هذا نشوف كله كسبت ونشوف كيرا آه هي هيو هاي شباب الشخصية بتغيرها من هنا بس أنا مش هغير حاجة الحين طيب شباب عملنا الشخصية آه هو يعني عملت هيك آه بتدخل بالشخصية هذة آه طبعا كويس كويس طيب خلينا شباب ندخل عشان نوريكم الشغلة اللي بدنا نعملها هاي شاو قبل ندخل الدنجين زي متشايفين ايش هادا بقول لي هيك آه بقول لي يعني روح عمل مهمة هذة الأولى أنا بش عملها حاليا مش مهمة هو طبعا لو ضغطت هيك انت بيقول لك وين المكان وبتروح تعمل المهمة فهذه شاب الأمور يعني قلت لكم باش رحل باش رحل باش رحل باش بدنا شاب هياتا هاياتا هاياتا هناك هاي شب شايفين هذا نفس اسم الدنجين بالزبط با سنديش حاد يكتلني لو جينا ضغطنا فيه هياتا شايفين اسم الدنجين هاياتو نفس الاسم بس تيجي هان تعمل هيك عملت اللونلوك وخلاص وفتع معهاك الدنجين عادة جدا هاذ شاب الإضافة ضفوها جديد يعني في اللعبة كويس نتذكرنا وورناكوا اياها فالحين شباب بحنشوف شباب مكان الثاني تبع اللي هي اللي اسمها كرابي مش عارف شوها تاعت الدنجينات هذول زهقونهم يلحقوا فينا هنا شباب نشوف نعمل كلايم لهذه كويس هو أعطانا والله سلاح كويس أنا قدت شباب أوريكو ياهم كلهم اللي في العالم الأول عشان سهل عليكم الطريق أنت بس يا صاحب يعني بس أنت أمشي في العالم وهيهم بتكونوا مبينين يعني قدامك ولو لقيت هذي كمان هذي بنصحك أنا تعملها للتليبورت يا شباب هذي شايفين بفتح لك التليبورت تبعك لازم يعني لو دقيتها ضاوي زي هيك كنت مش ماخدها هذي شباب الدنجين التاني اللي بعدها هذي تفتح معانا ممتاز جدا اللي بعدها همعلم وهي معلمي المكان الثالث المعلم هذا بروبلم دير بروبلم هذي المكان الثالث بعدها همعلم طيب شباب هيات المكان الرابع وضل عنا شباب مكان واحد ممتاز جدا طيب شباب نحوركم شباب بس أماكنهم يعني في العالم الأول وباقي العوالم يعني بتدور عليهم زي هيك أنت وبتلاقيهم يعني مش هيكون صعب يعني البحث عنهم فخلونا بس نوصل للأخير هذا وبعدين إيش ندخل في الدنجين طيب شباب هيات شباب آخر واحد أوكي هذي شباب لغريف تاور زمان كان وسطوري صراحة تلفيل كنا نلفل عنده بس هذا بس هحين خربوا لنا ياهو عدلوه وصرت تلفل عادي لازم تروع كل الدنجينات فهيك شباب الوضع ممتاز فهذي شباب طريقة حتكون في كل عوالم حتلاقي نفس القصة هذي فخلنا شباب روح على الحساب الأساسي ونبدأ تلفيله طيب شباب زي ما شفت شباب قبل شوية كانت عادي نقطة حمراء انت عطول عمل كلايم لانو الكلايم هذي بيعطيك شايفين أسلحة وبيعطيك XB برضو فدائما نعمل كلايم لانو حيفيدك الاشي هذي فخلنا نجرب الحين نعمل بارتي ونشوف وطبعنا معلم لو بدك تعمل بارتي لازم الكل يكون فاتح الدنجينات زي ما عملنا قبل شوي لانو لو واحد فيهم مش فاتح فمش هيقدر مشتقدر تدخل الدنجين هذي والله بقدر تدخل التالت كمان طيب خلاص بقدر نسحب على هذا اللي هذي ندخل على التالت ونشوف بتعمل شباب اللي هو مش نايتمير نعمل تشالنج مود هذي ونشوف هيك شب بناخد لفلات اكتر ونجي نكون اصعب بس عنا في معانا اثنين قويين يعني او لفلهم عالي يلا معلمين وينكو رصبنتو يلا اشتغل يا معلم اشتغل طيب شب دي ربالك يا معلم هذا قوي هذا قوي اللي معلم احنا ندخلينه خلينا شب نعطيهم واحد اجر ليهم هذول ايوه زبط يا معلم ممتاز حلو جدا ماشي هذا المعلم ماشي هذا البص اجا يكسرنا جسا عشان من دقاش نمشي من هنا فحندخل من هنا يا هبيلة كسروا متكسروش في طريق ثانيا يلا معلمين هاي شباب الدراح اللي كنت اقولكو عنه اللي بيعطيك هي الاسد هذا البت اللي هنا صراحة اسطوري بيحميك كويس يا عمي خلاص بكفي عروض ايوه باللفل قادية والله احدعش سرت والله في ثواني سرنا 11 استنوا معلمين انتم مسافحين استنوا خلينا شوف بس هومي يش بصير في الدنيا ايه اه ها هذه تحت الحجار اه ها اه احدا من فغاصل لسه اه شب خليني بس اركب ايه ائ اه ايوه ما اكلتاش كويس الحجر مجاش اه عشان كوا دخلت عند البص والله هذه جديدة معلمين اللي حطينها طيب شب البص حياتوا ضرب وهم هيكتلوا اعكيد لا والله غلا قوي طيب حلو 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 جدا خلصنا شباب الدنجن قد يشصر لفلنا 12 فاي شاب تلفيل بكل بساطة يعني سهل جدا لما يكون معك تيم سهل فش معك تيم انت متفق معا انت عمل تيم وحتلاقي كتير يعني في اللعبة عطانا هنا صندوق برضو بخزي ماشي أزرق سيف بس كويس بنمسكوها الحين في البداية هذا كله كله مفيد يلا معلم يا عمي لجندري يا عمي وان لجندري طيب ممتاز شاب خلصنا حين شاب انت لو بتكون تعيدوا الدنجن لو بتعيدوا ثاني بتعمل رديا معلم من هنا وبتعيد عادي جدا بتكاش تعيدوا بترجع من هنا وخلاص ماشي نسوي كلايم ونسوي كلايم قد يشصر لفلنا هيك 13 كويس مش عارف لفل اللي بعده 10 طيب يلا معلمين على السريع اللي بعده طيب شاب احنا هندخل كله زي هيك تشالنج مود ان شاء الله يجينا هذول الأسلح اللي هان بسخيني غير الأسلح تبعتي في الأول هين الاسلاح راه حيات هذا حط لي هناك وحط لي هذا الاسلاح وحط لي هذا اللبس الدنيا صارت فى اللوز طيب شاب ه Ash هندخل لقد عالد المقدمش يعني هجب ان لكم بسent لما نقضل البس ها بدت الحفلة طيب الشباب هذا البس يا معالمين الهبلة طيب دعنا نوصل فوقعه إن شاء الله نلحق نوصل على الشباب الشباب اللي معرفينclaوليكه كيفوصلت قالت لفيلك بسرعة تصلي شاب اقول لكو حاجة عندما تكون تعامل بريستيج أصلا عندك بريستيج هادها سترت بريستيج4 لها ستثير عندك شاب بيصير معاك دبل اكس بي فاهمين عليك كيف؟ يعني كل ما تعمل بريستيج بيزيد عندك الكس بي بصير تلفي لك أسرع فعشان هيك أنا سبكتهم في الليفل يعني هم كانوا سبقيني في الأول فأنا حين صرت تسابقهم في الليفل فهيلبس لها بل هذا حيكله كف ويموت زبطوا يا معلمين خد هادي من عندي يلا طيرة معلم طيب كويسة نجينا هنا خينا شاب نلبس ونزبط أمورنا أحسن دروع عندنا طبع شاب الدروع هادي بتقدروا تطوروها بس أنا يعني في البدايات ما نصحش ما نصحش تطور إشي مش حيفيدك كثير إلا إذا كنت بتلعب لحالك هذا إشي تاني يعني أما انت خلي فلوسك حوشها وجمعها لانا حتفيدك قدام فهيك الوضع تمام تمام الشباب كلهم جاهزين خيشة بس نعمل كلايم نزود الليفل شوي ممتاز ونعمل V ونضغط على هادي المعلم الفاينال ونقول هيك ونقول اشتغل والله معلمين أحلى تلفيل زي هيك بس بس راكبكم بلهم فلوس وخلاص هاي شاب البوس لهبل كيبت علينا نهاره هري حيندي تحول هذا اللي بيتحول هيا توحم حاله الهبيله لازم تكسر هذول أوكي عشان طيب الشباب شغلين من نجد داخل احنا في واحدة هناك خلين نروح نكسرها إذا الحقنا هذا مش عارف حال حق ولا لا كسر معلم الحق نحقناش أعطيه عراسه أوكي ممتاز صار ليفلي قديش صار ليفلي 27 طيب شاب هنا جالي الإبك هذا الإبك هذا شاب ممتاز كويس يعني هذا بعدين الجندر على طول بعدين يأتي لك هذا فهذا كويس هذا لو وجه لك على طول يلبسه بس مش حقدر ألبسه الحين لازم أطلع من الدنجن فمش عارف الشباب عملوا ردي ولا إش عملوا الخاطر نعيد الدنجن تاني ونشوفين شباب وصلتها لفل 32 لفلنا كتير الصراحة بتهيالي حين العالم التاني مش لازم نروحه أصلاً بس خلين شاب نخلص خلصنا على السريع والله الشباب أسطير على السريع هروهم هري ممتاز فرحين خلين شاب نشوف هذا ونطلع نرجع للمدينة تاني ونشوف العوالم ايش بدها لفلات يلا يمعلم بس نشوف يطلع لنا الجندر المهم أيوة زلم أخيراً يا راجل بس لا كم لفله حيكون أوه وقلاس كمان هذا شاب لي قلاس أسطورية أنا بدور عليها دائماً في اللبس لازدكم معي قلاس عشان ترى العالم التاني يمعلم في عندك تليبورت هاياتو الاسم وورد تليبورت يجي هانيا كبير أيوة عنا شاب العالم التاني بده لفل 15 العالم التالت بده لفل 30 ممتاز العالم الرابع 45 بعدين 60 75 أوكي ممتاز يعني شاب نقدر نروع لأين على العالم التالت على طول فهنا نروع على العالم التالت على طول عشان يعني نلوّل سريع سريع طبع شاب هذي الـفنت اللي تجيلك فوق هذي بتروح توقيته البص يعني وبتوقيت سنديقة يعني إذا بدك سنديقة أو إشي بس في شغلة نقول تلكو شاب تطوير الأسلحة هيتو من هان بس تيجي هانا زي هيك ولازي يكون معك فلوس تحط سلاحك مثلاً 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 هذا نقول هذا مثلاً نطوره تحط له مثلاً X10 انت حر يعني قد ما بده هو قديش على تطويرات مش عارف أربعة تطويرات أخلي هيات خمسة ونشوف نقول لك سبت هيات حيخصم هيك 600 كل مرة فهيتو بطوره بصيل السلاحي أنا أقوي شوية بس زي ما قلت لكم أنا بنت صحش يعني من البدايات إش تطور الأسلحة خير شاب نروع على العالم التالت ونكمل تلفيل ونشوف شاب اليوم لليفل أكم هنوصل طيب شباب بدنا نروح نكون على العالم التالت بس للأسف يعني الشباب لسه مش ملفلين فخلص حنروع على العالم التالي برضو مش ملفلين ايش فيه ومش أنا الليدر؟ أحمد صار الليدر كيف؟ مش عارف صراحة كيف أحمد صار الليدر طيب أحمد دي نقلنا على العالم التالي طيب شاب الليدر بس هو اللي بقدر ينقل هو اللي بقدر يعمل كل أمور هذي شباب قد أكم مهم خلص شوف شوف وضع قدش حيلفلوني شوف والله شاب مليون لفل قدش صرت 33 لفل واحد كويس كويس في عنا شاب ناس في البارتي مش فتحين الأمور هذي برضو اللي ورناكوا إياها في العالم الأول فلازم شاب تروح تلف يعني تفتحها أيوة هاي شاب الأخير ممتاز هاي شاب هذا الإفنت اللي بطلع لك فوقها نهياته وهذا البص الخاطر نكتله الحين الضبطه على السريع ممتاز هاي شاب الفلكين وبتأخذه معلم هاي شاب كل الأماكن هذي فالقصة شاب سهل بس بدك تدور أنت معلم في المدينة نفسها أو في الماب نفسه وبس يعني بتلاقيه معنا قدامك مش هكونوا صعبين ايش مال ومش هاد يموت أيوة حريقة معلم ممتاز 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 وان السنديق خير نشوف منك طلع لنا الليجندري محدش بعرف من طلع لنا بخزي يا ضعف حاجر طلع لنا ايبك أيوة كويس ممتاز طلع لنا هنا ايبك وفي عندنا كمان واحد ايبك اثنين ايبك بس هذا خمسطعش يعني لفلو خمسطعش بيخزي صراحة خلنا شاب نروح على الدنجنات الحين على طول نضغط في ونشوف الدنجن طبعا الأول رجعنا شاب من ثاني زي ما تشايفين وصلنا ماكس ميو تلاتين وصرنا شباب بريستيج آيتنا بريستيج فور زي ما احنا وصلنا شباب لفل ميو تلاتين بس في شغل شاب صارت هيا شاب الموت هذا الاسد هذا شاب غالي جدا فمشكور يبعلي بنعة تقنية ففي شغلة شاب صارت وهي ايش صار فيه افنت عيد الفصح فالفنت شباب تجمعه فيه بيض هيا شاب البيض فيه بيضة هناك ككية شايفينها البيض هذا مكانه يعني معروف للكل فان شاء الله الحلقة الجاية لازم اعمل عنه حلقة بسرعة ايها هيا شباب تجمع فيه البيض يعني وان تلاقي يعني أوريك كل اماكن اماكن البيض هذا بالزبط فحنعملها ان شاء الله في العوالم كلها عشان معلمة تدور على البيض براحتك فان شباب جمعت حلقة حتى الان تسع بيضات خلينا نشوف فيه اخر بيضة اخر بيضة موجودة وين في البيئر هذا اللي قدامنا هاي البيئر يا معلمين خلينا شباب ندخل ونشوف شح يعطينا ايتيمات نشوف ايوه هايها هاي اخر بي ايوه ايوه اش هاد اش والله اعطاني شي اتهبلا يا شباب لا هنااش علاقة ثاني اعطاني الدرع بخزي 130 سلام عليكم باس امممممممممممممممممم اعطاني داء ارتا لجيا هادة هاي هذا عندي من الول غير مع الراس له هاي دا بالا يعني ما علينا وعطاني الديل هذي شباب ملوش أي علاقة في الدنيا هو شباب فيه جواز حلو كتير بعطيك كمان هان لقب حاول أجيبهم أنا وحاول زي ما قلت لكم أني أعمل إيش نعمل يا شباب كمان حلقة أوريكل أماكن فيها بالضبط أماكن البيض هذي بالضبط يعني عف كل العالم حيكون فيه إيش فيه جائزة المفروض هيك حين لسا دروح أجرب كيف أجرب الموضوع هذو ونشوف فالمهم يا شباب في الحلقة هذي إحنا يعني أساس الحلقة هذي مش الإفنت ولا أي شيء هو أجرب الصدفة الأساس شاب بالتلفيل وتلفيل شاب زي ما شفته يعني لفلت تقريبا في يوم واحد كنت ملفل ومخلص بس شاب بالتلفيل عندي أنا كان سريع بسبب هذا اللي هو البرستيج مثلا عندك معلم برستيج أنت يعني أربعة ثلاثة بكون تلفيل لك أسرع ضغطت هنا شوف أنا شاب بشاري الفي آي بي بيعطيني 30% هذا برو بتشتري أما هذا البرستيج بالتلفيل يعني كلما تلفل تعمل بستيج زي مردك هو الحلقة بيعطيك الإشهاد هذول اللي تحت أنا برضو بشتريهم إيش بالجيم باس يعني بيعطيك مدة ساعة تقريبا من WXB بس شاب اللهم في التلفيل يكون معك تيم ولو كان معاك واحد لفلو ماكس أو لفلو عالي حيفيدك جدا حتلفل صاروخ 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 فيا صاحبي لو عندك أي سؤال بتقدر تسألني يا شباب في التعليقات إسألني أي شيء بدك يا معلم إن شاء الله هجاوبك عليها وأنا شاب مش هوقف شرحات على اللعبة هذه حياني هشرح عنها كل إشي تقريبا أو مش تقريبا كل إشي كل إشي هشرح لكم فيها إن شاء الله فإذا وعجبتك حلقة يا صاحبي ما تنساني من دعمك باللايك والاشتراك معنا في القناة فين بس أقعد حيواء ومن هنا يا أبطال حقا قدم إن شاء الله براكم على خير وسلوم